وفي سورة ياسين قال وجاء من أقصى المدينة راجل يسعى قدم أقصى للرجل إذن هذا من ضعفاء خارج ساكن في مكان متواضع إذن مع الضعفاء والفقراء إذن هنا سوف تفهموا معي قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى لا أعلى الذي باركنا حوله لأن مكة بوركة فيه أما الأقصى بوركة حوله يعني لماذا مقاش في الأقصى بوركة فيه لأن الأقصى هو المسجد الكرة الأرضية يدير الأرض سياسيا وقتصاديا هذا هو المكان ومن ذلك من تم أي واحد حكم الأقصى كي يحكم الأرض أي واحد حكم الأقصى كي يحكم الأرض فلما دخل سليمان الأقصى داود وسليمان حكموا الأرض بجوانبها وعندما دخل في الإسلام الذي دخل عمر بلو خطاب المسجد الأقصى المسلمين دخلوا الأندلس وبدأت توسعه في القرن الرابع الهجري لما أخرج المسلمون من الأقصى بدنوبهم بالطبع تفرقت الأندلس وبدأت ظهرت ملوك طواعف آل عباد مسكوا إشبيليا وآل جهور مسكوا وكذا وأصبحت 22 دويلة تفرقوا حتى جمعهم الله بيوسف بن تاجفين رضي الله عنه أمير المسلمين فدخل الأندلس وجمع لما شتاتها فلمغذروا به هم الذين دعوا ذلك اللي قالوا لي آجت نقضنا منهم المعتمد بن عباد رحمه الله هو اللي ضار عليه واللي يحرش عليها الفونش واتقلب عليه فجمعهم وسجنهم جاء بالمعتمد الأغمات وبنزير المكان فكلهم اشتتهم ودامت دولة المسلمين بعد ذلك أربع قرون أخرى بسبب المرابطين كانت قد تسارف أربع قرون الأولى ولكن من جاء المرابطين يسروا من الله زادوا حكموا المسلمين ثمانيات أربعات القرون أخرى وهذا إذن ف المسجد الأقصى لما حكموا المسلمون حكموا الأرض لما أخرج المسلمون من الأقصى تفرقت الأندلوس وبدأت كالضعف إذن كما كان قوله تيلي كومون دي الكرة الأرضية دي الكسيون دي الأرض اقتصادي سياسيا هو الأقصى ولذلك حتى الفراعنة قديما لما حكموا الأقصى حكموا الأرض وكان في هذا الوقت اللي وضعي دي الأقصى الأرض كلها تدين له الفراعنة الفراعنة فرعون وما عنده خبار ولكن لما بنها الرومان في الوقت الفترة التي بنى الرومان مدينة وليلي كان الفراعنة يحكمون الأقصى إذن فتشييد المدينة ينسب لفرعون وإن كان لا يدري شيء لأن تنسب له إذن قال اللي وضع اللي يدو على الأقصى كل شيء وحتى اليوم نحن مشكلتنا اليوم من اللي الناس أي حاجة يقولوا آه هذا اليهود اللي داروها حيث اليهود شدي الأقصى فحكى النسبول لهم لا إيراد حنا كان أعطيهم أهمية كتر آه هذا الشيوراه ليهود هذا الشيوراه كذا حيث الأقصى وكانوا المسلمين موالي في الأقصى أي حاجة دارت غيقولوا هذا الشيوراه في جامع قرطوبة العالم كله يدرس فيه جميع العلوم تدرس في جامع قرطوبة في الأندلس وكانت العربية يضرب بأهلها المثل وكان لي تكلم باللسان العربي من الأوروبيين خاصة من الإفرانج والبريطانيين والإسبان فعند النوبالاء والكواراء اللي بغيبين أنهم متقف كيدوا باللسان العربي فيظهروا أنهم متقف يظهروا ثقافتهم إذا تكلم باللسان العربي لأنه والأصحاب اللسان هذا الوقت هم اللي كانوا مسيطرين وكان لسانهم أعلى وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عالية لما رفعوا كتاب الله ولدرجة أنهم كانوا في مسجد قرطوبة جامع اللي شهد الشهادة هذك بريدك على المتفوقين في الشهادات من اللي كي يبغي يتخرج في حفل التخرج كي يحطونه الكتاب فوق رأسه إذن هذه الطربوش لكي يدار فوقها هذه المستطيلة هذه كي تحطونه الكتاب يعني مهما على الإنسان ما هي تعنيه؟ أنه مهما على علم الإنسان فكتاب الله فوق رأسه وفوق كل ذي علم عليم لكي يدار لكي يدار الأوروبي لينفت في حفلة التخرج هذه من ابتكار المسلمين أصلا المسلمون هم الذين ابتكاروها هذا يدل على ماذا يدل على تقدم الإسلام وأهل الإسلام لما طبقوا ما في الكتاب وكانوا قرآن يمشي في الناس فلما أضاعوا دينهم الحق من حيث التعامل فالغرب لا بد أن الغرب يستيقظوا لما نمنا وبلغوا الفضاء لما قمنا ما في ذلك الشكل